السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم التلتاء الثاني عشر من شهر أكتوبة 2021 أهم أخبار ألمانيا مساء الخير آسف أصدقائي تأخرت عليكم هذا اليوم بعمل فيديو للأخبار فقط بسبب طول دوام العمل فلنبدأ بالأخبار حسب آخر التقارير لحظة ارتفاع عدد الأشخاص الملقحين الذين يعالجون بغرف الإنعاش وحسب آخر الإحصائيات فإنه عولج منذ منتصف الشهر الثامن شهر أوجست إلى غاية نهاية الشهر التاسع شهر زبتمبا 1186 شخصا بغرف الإنعاش بالمستشفيات الألمانية من بينهم 119 شخصا قد حصلوا على اللقاح أصدقائي أي تقريبا 10% من من عولج في الفترة الأخيرة بغرف الإنعاش هم ناس قد حصلوا على اللقاح رغم ذلك فإن نسبة عدد الغير ملقحين الذين يعالجون في غرف الإنعاش ما زالت مرتفعة و90% من الناس الذين يعالجون بغرف الإنعاش هم غير ملقحين أصدقائي وأكدت وزارة الصحة بخصوص العشرة بالمئة من الناس الملقحين الذين رغم ذلك أدخلوا لغرف الإنعاش قالوا فإن التلقيح يحمي من الأعراض الصحية الصعبة لهذا الوباء ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر تتواصل المفاوضات لتشكيل الحكومة بين الأحزاب الثلاثة حزب SPD الاشتراكي ومرشحهم السيد شولتس لمنصب مستشار ألمانيا حزب الخضر والحزب الليبرالي ما زالت متواصلة لكن حسب آخر التقارير يقولون بأنه هذا الأسبوع يوم الجمعة سوف يكون يوما حاسما في إعطاء أول تصريح للأحزاب الثلاثة هل يرغبون بإكمال واستمرار المفاوضات مع بعض أصدقائي هناك تقارير كثيرة تقول بأنه يوم الجمعة سوف يقررون الاستمرار بالمفاوضات مع بعض إذا قرروا بالاستمرار يعني يوم الجمعة سوف نعرف أكثر حول مسألة تشكيل الحكومة في ألمانيا إذا قرروا يوم الجمعة الاستمرار مع بعض سوف تبدأ المفاوضات الرسمية بكتابة عقد الائتلاف الحكومي أصدقائي الذي يسمى بالألمانية كواليتسيونس فاتخاق يعني عقد يربط الأحزاب الثلاثة بالتزام حكومي لمدة أربع سنوات أصدقائي تشكيل الحكومة في ألمانيا يمكن أن يأخذ تقريبا شهر إلى شهرين ربما ثلاثة أشهر يعني السيدة ميركل سوف تبقى مستمرة في الحكم في ألمانيا بحكومة تصريف الأعمال إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة يعني الأحزاب الثلاثة إذا قرروا يوم الجمعة الاستمرار مع بعض سوف يأخذ الأمر تقريبا شهرين من المفاوضات وكتابة عقد التزام للأحزاب الثلاثة أصدقائي سوف أوافيكم بكل جديد تتكلم الصحافة الألمانية أيضا على ارتفاع نسبة اللاجئين الذين يدخلون إلى ألمانيا عبر الحدود مع بولندا أصدقائي والقادمين من بيلاروسيا وكتبت الصحافة الألمانية وكما تلاحظون هنا كتبوا في العنوان هكذا كتبوا في العنوان سأترجم لكم ما كتب كتبوا هم قادمون من العراق سوريا إيران واليمن ديكتاتور بيلاروسيا يرسل آلاف اللاجئين إلى مقاطعة برندنبورغ الألمانية وكما تلاحظون فإن الصحافة الألمانية تنتقد ما يقوم به رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو الذي تعتبره ألمانيا أو تعتبر الإعلام الألماني وأوروبا الغربية ديكتاتور أصدقائي وينتقدون السياسة التي يعمل بها وهي أنه يجلب الناس بطريقة نظامية من المطار يدخلون بطريقة نظامية من العراق كما كتبوا من سوريا من إيران وأيضا الآن من اليمن وحتى من أفغانستان يجلبهم إلى بيلاروسيا ويأخذهم ويسمح لهم بالتوجه إلى الحدود البيلاروسية البولندية كي يقومون بتجاوز الحدود الخطيرة التي توفي فيها للأسف عدد كبير من الناس وما زال عدد كبير من الناس عالقين هناك بالغابات لا تسمح لهم الشرطة الحدود البولندية الدخول إلى بولندا يعني إلى الاتحاد الأوروبي ولا تسمح لهم بيلاروسيا بالرجوثة محبوسين للأسف في الغابات في ظروف صعبة للغاية قساوة البرد الجوع الحاجة أمراض إلى آخرين نتمنى تدخل الهيئات الإنسانية وأيضا ضغوط من الحكومات لإنقاذ اللاجئين العالقين هناك الشرطة الألمانية قالت بأنه في نهاية الأسبوع السابق دخل إلى ألمانيا 392 شخصا فقط في يومين دخل 392 شخصا قادمين من بيلاروسيا دخلوا إلى بولندا ومن بولندا دخلوا إلى ألمانيا إلى مقاطعة بغندنبورغ أصدقائي وكما قالت الصحافة الألمانية أغلبهم من الجنسية العراقية وفيهم بعض السوريين والإيرانيين واليمنيين والأسبوع الذي سبق دخل 251 لاجئ ومنذ بداية هذه السنة 2021 دخل 2603 أصدقائي لكن هذا فقط ما تمكنت الشرطة الألمانية من إيقافهم على الحدود وأخذهم إلى مراكز اللجوء لكن الشرطة الألمانية والصحافة يتوقعون بأنه ممكن بعض الناس دخلوا إلى ألمانيا ولم يسلموا حالهم بعد يعني لم يسلموا أنفسهم بعد سنمر الآن إلى موضوع آخر حذرت نقابة الشرطة الألمانية الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض الآن من أجل تشكيل الحكومة في ألمانيا من الأمر الخاص بتقنين نبتة الحشيش والترخيص بحوزة كمية بسيطة من الحشيش للاستعمال الشخصي أصدقائي الأحزاب التي تتفاوض هي الحزب الاشتراكي سبيدي حزب الخضر والحزب الليبرالي كأنهم يفكرون بأنه يعملون قانون تقنين نبتة الحشيش والسماح بامتلاك الشخص لنسبة معينة دون المحاسبة القانونية النقابة الشرطة ورئيس نقابة الشرطة غاضب جدا وحذر وقال لا يعقل أنه أصلا مسموح وقانوني باستهلاك وشرب الخمر رغم أنه الخمر خطير على الصحة لا يعقل أن نضيف إلى شرب الخمر وشراء الخمر والكحول لا يعقل أن نضيف إلى هذا الأمر أيضا تقنين الحشيش والسماح والسماح بأن الشخص تكون في حوزته كمية من الحشيش للاستعمال الشخصي لأن هذا الأمر سوف يدمر صحة الشباب وسوف يجعل الشباب يتعرضون إلى مخاطر صحية كبيرة سوف تكتر أيضا حوادث السير وسوف تحصل أمور كثيرة سيئة جدا لذلك هو يرفض هذا الأمر ويتمنى أن لا تقوم الحكومة الجديدة التي سوف تتكون بتقنين استعمال وحوزة نبتة الحشيش سنمر الآن إلى آخر التفاصيل حول الحالات سجلت في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة أربعة آلاف وتسعمائة وواحد وسبعون حالة توفي تمانية وتمانون شخصا عدد الحالات الجديدة لكل مائة ألف نسمة هو خمسة وستون فاصلة تمانية عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين للقاح وصل عددهم إلى أربعة وخمسون مليون وتلاتمائة واثنى عشر ألف وسبعمائة واثنين وسبعون أي ما يعادل خمسة وستون فاصلة تلاتة بالمئة من إجمال سكان ألمانيا كانت هذه أهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء